يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء الركن الأهظم من الحج بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة وتحفهم العناية الإلهية ويتضرع الحجيج في هذا اليوم إلى الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار مع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدرفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد العشر من شهر ذي الحجة تأسيا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث بات فيها وصل الفجر ونحن نعلم أن حج هذا العام يقع في فصل الصيف والأجواء الحارة ترجمة نانسي قنقر